اشتركوا في القناة المتواصل من سموه ولي العهد الرئيسي مجلس الوزراء ما سمى في تعزيز مكانة البحرين كدولة رائدة في تحقيق الانجازات الرياضية منذ مشاركتها الأولى عام 1984 في دورة الألعاب الأولمبية المقامة أنذاك في لوس أنجلوس الأمريكية ومملكة البحرين تواصل كتابة مسيرتها الأولمبية بأحرف من ذهب وتمكنها بكل كفاءة واقتدار من اعتلاء منصات التتويج تاريخ مملكة البحرين الحافل بالانجازات والنتائج المتميزة في مختلف الدورات الأولمبية جاء نتيجة للرعاية والدعم الملكي السامي التي يحظى بها قطاع الرياضة من جلالة الملك المعظم وتوجيهات جلالته المستمرة لتوفير أفضل الإمكانيات للرياضة البحرينية كما تأتي نتاجاً للمتابعة الحثيثة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للشأن الرياضي ما أسهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين كدولة رائدة في تحقيق الانجازات الرياضية كما تجسد هذه الانجازات الجهود الكبيرة التي يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد وسمو الشيخ خالد بن حمد فكان لسموهما دور بارز في تحقيق نهضة القطاع الرياضي والشبابي من خلال متابعتهما الحثيثة والمباشرة لكل ما يتعلق بملف الشباب والرياضة وجهودهما الحثيثة في النهوض بالاستراتيجية الوطنية للأولمبياد التي حصد أبطال المملكة ثمارها ونظراً لهذا الدعم الملكي السامي والجهود الرياضية خطفت مملكة البحرين أنظار العالم في أولمبياد باريس متصدرة قائمة الدول العربية في الأولمبياد محتلة المركز الثالث والثلاثين عالمياً برصيد أربع ميداليات ملونة ذهبيتين وفضية وبرونزية وبذلك ترفع مملكة البحرين رصيدها إلى ثماني ميداليات أولمبيا الطموح البحريني لا يتوقف عند أولمبياد باريس 2024 بل تسعى المملكة لإضافة مزيد من الميداليات إلى سجلها الذهبي الحافل وتعزيز مكانتها كواحدة من الدول الرائدة في المجال الرياضي على مستوى العالم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر